وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد أنا ذا للناس أول حقيقة تحضر المقطع ده للمدعو دكتور والأبوروف اللي هو علي بلده ده بينكر فيه حكم الردة يعني أنه المرتد يقتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث فقال ما دائرين الكلام ده لأنه حدنا الغانون الجنائي المادة مستة وعشرين بتقول إنه حد اللي هو بتاع الردة هذه المادة مستة وعشرين تلحق برضا تلحق النظام العام طبعا كانت تلحق ومطاها تلحق النظام العام بعد تلحق وطأوات تلحق النظام العام هذه المادة مستة وعشرين وأنه بدعو من خلال ربع ستالي أستاذ الموضح إنه التشريع يلغي هذه المادة لأنه لا يقراها في الدين قطبين الرجد من الغي من شاء فل يؤمن ومن شاء فليغفر أنت تقول أنا حتى يكونوا مسلمين لا نحن عندنا مشكلة شبابنا أصبحوا عايشين في جو فيه فصاة ملتمع يعني في النهاية وما داع الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أكدر نشوف قال شنو قال حد الردة طبعا لبزه هذه المادة قال مية ستة وعشرين حقه برضو تلحق النظام العام قال نحن زمان من قول تلحق مطاها نقول تلحق النظام العام وأنا بدعو من خلال ربع ستالي أن التشريع يلغي هذه المادة ويستدل بثلاثة آيات لا يكرهها بالدين ولا يتالي قرأها غلط طبعا قال من شاء فليومن هي فمن شاء فليومن ولا يتالي برضو قرأها غلط قال فأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين وهي طبعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أول حاجة حكم إن المرتد يقتل دا حكم قاله الله عز وجل وقاله النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه حديث البخاري الحديث الثاني أيضا في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا المرتد فده يحل دمه يعني يحل قتله لكن البقيم عليهم هذه الأحكام ويقتلهم هو الحاكم أو من نوبه الحاكم في هذا الأمر عشان الأمر ما يكون فوضى عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في شأن الخوارج ما قال قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قال قتل إرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ففي قوله لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم فهذه الأمور توكل إلى الحاكم أو من ينيبه الحاكم كما هو معلوم ومتفق عليه وربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك في قول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أما الآيات التلاتة التي سدل بها هذا المدعو دكتور علي بلده أول حاجة الدكتور ده هو دكتور في علم النفس ما عنده علاقة طبعا بالعلم الديني زي ما الناس كلها عارفة ويكفي يكفي أن أذكر الناس إذا الناس نسوا وما أظنهم يكونوا نسوا لهم كلام قريب له شهر تقريبا أو أقل لا إنه علي بلده ده هو القال لابد قال من المطالبة بحقوق الذين يعملون عمل قوملوت قال لابد يدهم حقوقهم يدهم حقوقهم يعني شنا جماعة يعني يجيزوا لهم بل غانون إنهم يمارسوا عمل قوملوت في الشارع في الجامع في المسجد في الكفتيرية قدام الناس في أي مكان بل زاد أكتر من كده علي بلده ده قال والإنسان اللي بينكر عليهم قال يعملوا قانون يجرموا اللي بينكر عليهم يعني ما هم اللي بينكروا عمل قوملوت المجرمين قال قال اللي بينكر عليهم يقول لهم اتقوا الله حرام مثلا قال ده هو المجرم لأنه قال يعملوا قانون يجرموا اللي بينكر عليهم وطبعا غاية في الإجرام وغاية في محاربة الإسلام ما يعني ده رجل غريب غريب جدا ياخي خليك من أن الفعل هذا حرام ومن الكبائر وهي أعظم حرمة من الزنب المناسبة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الزنة ولا تقرب الزنة إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال عن اللواط ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ففي قوله تعالى الفاحشة في اللواط وفي قوله تعالى إنه كان فاحشة في الزنة شوف جاء جريمة اللواط بالألف واللام الفاحشة والزنة بفاحشة بدون ألف واللام العلماء قالوا لأن الألف واللام في اللواط الألف واللام للاستغراق لأن هذه الجريمة جريمة اللواط قد بلغت في الفحش غايته فهي أعظم من الزنا شاكيا ربنا قال عنا الفاحشة وقال في الزنا فاحشة مع أنه الاثنين من الكبائر العظيمة جدا عند الله والذنوب الكبيرة جدا عند الله لكن اللوات أكبر شاكيا الوليد بن عبد الملك رحمه الله أحد ملوك بني أمية قال لولا أن الله قص علينا من خبر قوم لوط ما قصه ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا راجل يعلو راجل قال دي أنا مام ولا مصورة لو ما ربنا قصها لنا في القرآن شاكيا ربنا قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إما حصلت قبل قوم لوط أصلا ذاته ودفع غريب حتى البهايم تأباه حتى البهايم بالمناسبة علي بلده قال لا 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 لابد الموضوع دي يكون حلال ويسن له غانون فدعا لبلده هل بشر زي دا ومخلوق زي دا بشعيرات دا دا ياخد منه دين تاني وهي يفتي في الدين يقول له ماذا يرينا حكم الردة أو هو سمى حد الردة وما بيسمى حد ذاته ما بيسمى حد لأن الفرق بينه وبين الحدود الحدود الحد إذا وصل الحاكم ما يجوز تاني يوقفه لابد يطبقه حتى لو تاب صاحب الحد ذاته لأن كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بعضهم أن يشفع في شأن المرأة المخزومية قال أتشفع في حد من حدود الله لأنه داك حد داك إذا وصل الحاكم ما بيخليه تاني لابد يغيمه حتى لو صاحبه تاب ذاته لابد يغيمه أما الردة دا إذا وصل الحاكم بيستتيب صاحبه فإذا تاب ورجع إلى الإسلام خلاص بيتركوه ما بيقيمه عليه زيه زي القصاص القصاص أهل الدم لو خلاص ووصل الحاكم ودار يقيمه عليه ولا دار يكتلوه كده ويقصوه وأهل الدم قاموا عفو عفو هذا القاتل بيخلوه فما بيسمى حد لا القصاص ولا الردة لكن شي نعرف الحمير أكل الجنزبيل كما يقال المهم يستدل بها ثلاثة آيات قال لا يكراها في الدين والآية بتاعت لا يكراها في الدين أبدا ما بتتكلم على إنه المرتد ما بيقتل وينها مكتوبة وين وين في الآية في البداية في النص في الآية البعدية إنه المرتد ما يقتل ما في الكلام ده شاكد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وفق بين الأقوال والأقوال كله في معنى الآية ما في أقوال واحد قال إنه المرتد ما يقتل إطلاقا وتحدى على بلده ولا غيره ولا غيره ما في كلام زي ذا فوفق قال المعنى لا يكراها في الدين يعني الدين الإسلامي ما بيحتاج للإكراه في الدخول فيه لأن دين فيه أقوى حجة وهو أقوى حجة ما بيحتاج النزول لكروزات وشان يدخلوا وده والدليل على صحة كلام الإمام السعدي رحمه الله تمامت الآية ما هدى قطعها ويكون محافظة ذاته الباقي بتاعها ربنا قال لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد يعني الحق والهدى والغي عن الضلال والكفر وإلى آخره فربنا قال أصلا الإسلام ده دين الرشد والهدى والحق واضح شيء ده قال قد تبين الرشد من الغي فهو واضح ما بيحتاج لإكراه إنه يدخلوا زول جوه فالشيخ السعدي قال أصلا الآية دي ما تكلم عن القتال أصلا أبدا فالأبود يفهم هذا الرجل الآية البعديها وطبعا قال من شاءه فمن شاء فليؤمن ومن شاءه فليكفر الخلاصة والكلام فيها كثير وبرضو ما فيه إنه المرتد ما يقتله لكن الخلاصة في الكلام فيها شان ما نطول ربنا قال ومن شاء فليكفر هذا ما بيفهمه على بلده بفهمه وجمع المعاون التراب والعلمانين وباقي الملاحدة والعلمانين والشيوعين وغيرهم بيفهموا إنه ومن شاء فليكفر يعني الزول على كيفه يجوز له يكفر وألا ما بحاسبه وإنتوا ما تحاسبه لا ما معناته كده ربنا قال فمن شاء فليؤمن وده الصح ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر ده أمر لكن أمر جاب صيغة الوعيد وده كثير في نصوص الكتاب والسنة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر في الرابعة فليشقص الخنازير يشقص الخنازير ده معنى أنه ده حلال لكن ده أمر يراد بوى التهديد والوعيد والدليل في الآية إنه فليكفر إنه ده أمر يراد بوى التهديد مش الإباحة إنك تكفر ويجوز ليك تكفر تم الآية ربنا قال ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين الظالمين منوا يعني الكافرين ديل لأنه ربنا قال هناك والكافرون هم الظالمون هنا ربنا قال ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين يعني الكافرين الكفر ديل والأراد وشاء الكفر ديل إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يعني البيكفر ده الشاء الكفر ده ربنا عد له نار وكذا ده الموضوع الكلام بعد ذلك قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين دي الآية دي برضو ما في أن المرتد ما يقتل أبدا الآية دي معناته شنو أقرأ من البداية وأقرأ لأي نهاية أقرأ لأي البعدية وأقرأ لأي النهاية معناته شنو ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ أجمعين أجمعين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون يعني شنو يعني الهداية وإيمان الناس ما بيملك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرههم عديل ذاري خلوهم مؤمنين ما بيملك لهم الإيمان والهداية زي شنو زي الآية الأخرى ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن عمه أبي طالب لما حرص على هدايته وفعل جميع الأسباب لهدايته ولم يهتدي ولم يؤمن ومات على الكفر ربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا معنى هذه الآية فالرجل ده رجل غريب ورجل عجيب جدا وقال الحد لابد يلحق أم طاها وده دحكم شرعي نزل من السماء النبي ربنا قال عنه وما آتاكم الرسول فخوذوه وما نهاكم عنه فانتهوا علمنا له النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بتطبيقه على الناس اللي ارتدوا عن الدين يجي ذا لما عنده أي علاقة بالعلم أبدا لا من قريب لا من بعيد يجي يقول ده الحكم الشرعي ده يلحق أم طاها ده ده والله أمر عجيب بيقوا في ناس الليلة يفتروا على الدين ويتصلطوا على الفتوى في الإسلام وده ربنا حيسألهم إذا ما تابوا من الكلام ده لأن ربنا قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة ومن أقبح الشبهات الخلت الجماعة دي اللي يلجوا من أبواب ويطعنوا في الإسلام ويطعنوا في ثوابت واحكام الإسلام شبهتني يقول لك ده والله ده صاح لكن ده مفكر ده ما شيخ لكن مفكر إسلامي طيب هل بترض أنتو يا أطباء إنه أنا أبقى مفكر طبي لا أقرأ ابتدائي ولا أقرأ تامنة ولا أقرأ سانوي ولا أخش كل الطب ولا أتعلم أي حاجة في الطب أجي أقول لك أنا واسم مفكر طبي إنت تقول أصرفه لك كولوراكين أقول لا بانسلين هل بيرضو الجماعة ده كده على بلده وغيره ما بيرضو الكلام ده والله يشيلوك ويفتعوا فيك بلاغات ويخدوك في السجن قول لك ده ده امتحن شخصية شنو ما أعرف المجلس الطبي هل بيرضو ساكن أنا أمتحن شخصية ضابط من الضباط ما بيرضو يقول لك امتحن شخصية عسكرية يخدوك في السجن إيش معنا ده امتحنوا شخصيات ما حقتهم وينتحنوا علم ما حقهم ويقولوا يا أخ ديل ديل نحن والله يا أخي يقولوا ده مفكر ديني أو مفكر إسلامي الإسلام ده ما فكر عشان أنت تفكر فيه الإسلام ده دين نزل من السماء وعقيدة ربانية نزلت من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا له دل ما يتصلط على الإسلام وربنا بيسألهم من الكلام ده ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمعة والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنا حزرهم أنه ربنا حيسألهم من الفتاوى في الدين بغير علم والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بمثل هؤلاء علي البلد ومين علي الجفري ومين ما بعرف عدنان إبراهيم والترابي ومين عشا الغبشاوي وغير من الناس اللي صلتوا على الدين قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائم ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافي يتكلم في أمر العامة والنبي عليه الصلاة والسلام قال للشر وفتنتهم على الأمة أشد من شر وفتنة المسيح الدجال فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين زي ده وجايب إنه فتح للتلفزيون اللي ما أدي من غناء لي غناء يفتي في الإسلام ويفتي في الدين فتوى واحدة جاب صح ما فيه فتوى واحدة جاب صح ما فيه لكن أنا برجع بعيد للمرة المليون كل ما دار تسمع لك دين من الزول ده يذكر إنه علي بلده ده ذاته قال دائر إنه اللواط يكون مبح ويكون شغال بالليل وبالنهار ده ذاته فالده هل ده رجل يتعلم منه الدين هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه